ده طبعاً النيرو عد سوري لما كان في قمة مجلو وإحنا شفنا يعني في الثواني البسيطة دي أساطير أساطير كانوا بيلعبوا لصالح الإنتر طبعاً لما كان الإنتر واحد من الماسترس في أوروبا كلها شفنا رونلالدو الظاهرة شفنا إيفان زامورانو أو زامورانو الرهيب كما كان يطلق عليه في السابق جوركاييف ونجمنا النهاردة فيه السادسة بنواكو وي واحد طبعاً من نجوم مارسيليا بداية بداية المشور مع مارسيليا وبي أجي في فرنسا ثم الانتقال للإنتر ميلا في جيل عظيم حقيقة ومع الأسماء يمكن أنه ما ظهرتش كان فيه بقى زاناتي وفيرون إخوان سباستيان وفيرون ومن بعدهم أدريان وريكون نجوم كتيرة وتقيلة وكبيرة جداً طبعاً لعبة لصالح الإنتر قبل مواجهة فرنسا وإنجلترا النهاردة يكون معنا نجم الكرة الفرنسية بنواكو وي نجم طبعاً مارسيليا وسانجرما وإنتر بداية طبعاً أهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي وبشكرك جداً على مشاركتك معنا ساعات قبل مواجهة مهمة جداً للمنتخب الفرنسي في مواجهة نصيره الإنجليزي طبعاً في دول التمانية في كاس العالم شكراً لكم هذا شيء رائع وشرف لي أن أتواجد على قناة الطقم اليوم وهو شيء كبير لي ومن دواعي سروري دائماً عالم كرة القدم في كل مكان كما نقول ويدعم الجميع وبالتحديد في مصر وفي فريق كبير مثل فريقكم فريق النبي شكراً لكم أنتم تظهرون شيئاً رائع وسمعة جيدة للكرة المصرية والكرة في العالم ولابد أن أستفاد من هذا فشكراً لكم جزيلاً الشكر كله ليك موصول طبعاً بداية ويمكن قبل ما أدخل في مباراة الليلة اللي هتجمع بين إنجلترا وفرنسا أنا عرفت أنك أنت بتظهر معنا دلوقتي لايف من لشبورة من عاصمة البرتغال ومباراة طبعاً الدور التمانية البرتغال والمغرب يعني في شطها التاني يهمني أشوف رأيك فيه إذا كنت متتابع المباراة رأيك في المستوى المنتخب المغربي اللي بيعتبر مفاجئة البطولة تفوق وحتى الآن أو حتى اللحظة على المنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم طبعاً وردود الأفعال عندك في البرتغال عاملة إزاي؟ أنا أرى أنه شيء واضح هم حققوا أرقام رائع على مستوى المونديال لعبون لديهم القدرات الكبيرة والمواهب الظاهرة بشكل واضح هو فريق أيضاً يعتمد على أداء جيد لديهم دائماً نظرة جيدة وتكوين جيد للفريق أعتقد أن المغرب هي فعلاً الدولة التي تدعم هذا الفريق ولهذا هم وصلوا لهذه المكانة التي نراها اليوم أعتقد أنهم مثال رائع للقرى الإفريقية إذا ما نجحت فرنسا في الفوز على إنجلترا النهاردة ستتأهل لمواجهة واحد بالفرقتين البرتغال سبق لها كسبة المنتخب الفرنسي في نهاية اليورو المنتخب الفرنسي أيضاً في بطول الكسر عالمي حالياً تعرض للخسارة على إيد فريق من فرق شمال أفريقيا مشابه لحد كبير لأسلوب وطريقة لعب المنتخب المغربي وهل منتخب التونسي وبالتالي هل بتشوف أن المواجهة أصعب؟ هل أنت شخصياً تفضل مواجهة فريق على حساب آخر؟ أعتقد في هذا المستوى الحالي كل الفرق كبيرة كل الفرق نحن في قبل نهائي أعتقد أن أي فريق سيذهب لمباراة صعبة جداً ولكن اليوم فرنسا ستلاقي إنجلترا وستكون مباراة صعبة جداً وفريق قوي جداً ولكن أعتقد إذا كانت البرتغال أو المغرب لا يوجد لي تفضيل أرى أن المباراة ستكون صعبة في كل الأوقات عموماً يمكن كتير بيرون المباراة دي تليق بأنها تكون نهائي مبكر المنتخبين ظهروا بصورة جيدة جداً وصورة قوية جداً في البطولة الحالية ويملكوا من العناصر سكواد الحقيقة سواء السكواد الإنجليزي أو السكواد الفرنسي على أعلى مستوى لكن في النهاية البعض بيرى أنه ده أول اختبار حقيقي للفريقين أول مواجهة صعبة في بطولة كاس العالم للفريقين هل بتتطفق مع الرأي ده؟ وإزاي بتشوف فكرة أو طريقة أو رؤية دي 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 شون في مواجهة المنتخب الإنجليزي للوصول للمربع الدهبي؟ نعم نعم هو اختبار صعب كل الفرق أقوية جداً ولكن في هذه الليلة هو اختبار حقيقي للمنتخب الفرنسي سيلعبون في مواجهة المنتخب الإنجليزي ويجب أن يكون دائماً في أفضل تركيز لكل اللاعبين لأن أعتقد أن الموتش سيكون صعب جداً ومعقد لأن جودة لعب المنتخب الإنجليزي هم يلعبون في الدور الإنجليزي وأبطال هم لعبون رائعين فعلاً والإنجليز في هذا المونديال ظهروا بقوة ولهذا أعتقد أنه من الصعب يجب على ديدي ديشان أن يختار الأفضل اللاعبين الذين سيلعبون في هذه الليلة ولكن أعتقد أنه لديه وجهة نظر جيدة في المباريات يعني أعتقد أنه نجاح ديدي ديشان في الوصول للدور ده رغم مش هسميها أوي صعوبات لكنها في النهاية كانت غيابات تأثر على أي فريق غياب نجوم بحجم كريم بنزمة غياب نجمة بحجم بول بوكبا أو حتى نجولو كانت أعتقد يهز ويأثر على استقرار أي فريق وخصوصاً أنهما كانوا من العناصر الأساسية في الفترة الأخيرة هل تعتقد أنه العناصر البديلة بداية نجحت في ملء الفراغ وهل تعتقد أنه على ديدي ديشان أنهما يراهن على نفس المجموعة أمام منتخب الإنجليزي ولا تتوقع أنه يكون في بعض التغييرات في طريقة لعب أو في الأسماء اللي هتكون موجودة في تشكيل منتخب الفرنسي النهارد بنزمة هو لاعب للأسف غيابه هو لاعب لا يعود حتى فوكبا هم لاعبون كبيرين دائماً ما يفعلون الفارق على مستوى الفريق وهم يعتبرون كالأفضل في مركزهم وشيء يدعو للحزن أن نفتقد هؤلاء اللاعبين ولكن الآن فرنسا لعبت مونديال قوي الآن وفي هذه الليلة يوجد متش صعب بالفعل وأعتقد أن الفريق الفرنسي لديه العناصر القوية التي تستطيع أن تستبدل هؤلاء اللاعبين الغائبين وأعتقد أن اللاعبون أيضا لديهم الرغبة في الظهور بشكل قوي ولن نريد أن نرجع إلى الخلف نريد فقط أن نتقدم على مستوى خط الهجوم الفرقتين الحقيقة والمنتخبين ميبلكوا أسمع على أعلى مستوى يعني في فرنسا بالتأكيد طبعا وجود كيليا نمبابي في المقدمة وجود لعبين بأهميته بحجم عثمان دامبلي أو حتى أنتوان جريزمان أو أوليفي جيرو بيقول أنه خط المنتخب الفرنسي قوي وناري لكن على نفس المنوال وعنفس السياق أيضا المنتخب الإنجليزي بيتمتع بعناصر قوية جدا ومميزة جدا في الفوضن هاري كاين ماركوس راشفورد جاك جريليتش وغيرهم من الأسماء تبقى النقطة هنا ويمكن تكون عامل الحسم في مواجهة من النوع ده هي خطوط الدفاع من وجهة نظرك شايف أبطرز زي قدرات الخط الدفاع الفرنسي بقيادة رفايل فران في مواجهة خط الهجوم الإنجليزي المدجج بالأسماء يعني للفوز بكأس العالم يجب أن تكون قوي في جميع الخطوط يجب أن تمتلك عناصر في كل الخطوط المنتخب الفرنسي يمتلك اللاعبين ما يستطيعون أن نقول أن يوجد لعبون جيدون في كل المراكز هم أيضا على المستوى البدني أقوية جدا اللاعبين من المنتخب الفرنسي على المستوى الدفاع لديهم قوة هيرنانديز اللاعب رائع أعتقد ولديه الخبرات الجيدة العديد من اللاعبين في خط الظهر الذين يمتلكون قوة بافار أيضا لعب رائع ولديه كثير من الخبرات وحارس كبير نمتلك أيضا حارس كبير الذي يلعب في الدول الإنجليزية وأعتقد أن على مستوى الدفاع فعلا المنتخب الفرنسي قوي ولكن سيلعبون أمام حجوم فعلا قوي هو حجوم المنتخب الإنجليزي وأعتقد أن يجب التوازن في الفريقين على مستوى الخبرات وعلى مستوى اللاعبين ولكن التركيز والاهتمام والتركيز خلال المباراة هو ما سيصنع الفارق الرغبة في تحقيق الفوز في منتصف الميدان يوجد أيضا لعبون جيدين هم كانوا يستطيعون أن يساعدوا الدفاع مثل شاومني ولهذا أعتقد أن المنتخب الفرنسي لديه القدرات على أن تمر من هذا الدور وفي هذه المباراة من مفتح الفوز لفرنسا من وجهة نظرك النهاردة أعتقد هو إنبابي طبعا هو شيء سهل أنا أقول هو إنبابي هو يستطيع أن يفوز المتش بالمباراة هو قادر على تحقيق هو لاعب رائع لاعب مختلف يمتلك العديد من الإمكانيات التي لا يستطيع خط دفاع أن يضاهيها وهو دائما لديه الرغبة هو جائع للحصول على أكثر والذهاب بعيدا فليهذا هو طبعا إنبابي هو مختاح المباراة وهو يعتبر في الوقت الحالي كأفضل اللاعبين في العالم أو أحد أفضل اللاعبين في العالم هو الحقيقة يمكن بيواصل تقلقه ونجح في كسر رقم قياسي هو طبعا أسورة كرة القدم البرازيلية بيلي اللي سجل سبع أهداف في مشاركاته في كاس العالم قبل ما يوصل 24 سنة نجح كيليا نينبابي في الوصول لتسع أهداف قبل بلوغ سن الـ 24 وبالتالي أعتقد نحن نتكلم على ظاهرة في كرة القدم الفرنسية أعتقد أنها تفيد المنتخب الفرنسي للسنوات رأيك بقى هل تتوقع بعد انتهاء المونديال أنه كيليا نينبابي يبقى في دور الفرنسي يبقى مع بي أجي ولا بترى أنه من الأفضل لأنه يخرج بره حدود فرنسا ويلعب لنادي أكبر على مستوى قارة أوروبا أعتقد أن مبابي لديه تعقد مع بريسان جمان وهو قد التعقد مع الفريق ولا يستطيع الذهاب وهو فعلا لاعب كبير وهو فعلا ريال مدريد وعديد من الفرق الكبيرة في أوروبا تتمنى أن تحصل عليه ولكن أعتقد أنه محترم لتعاقده مع بريسان جمان هم أعطوه الكثير من الأموال التي لا يوجد نادي أن يستطيع أن يعطيه وأعتقد أن حصل فرنسا على كأس العالم أعتقد أن الشيء سيجعله يجلس في فرنسا ويبقى في فرنسا مع بريسان جمان السؤال الأخير إذا ما نجحت فرنسا في بلوغ المباراة النهائية من تفضل أن تواجه المنتخب الأرجنتيني في مواجهة تكون من العارة تقيل أم المنتخب الكرواتي في سيناريو مكرر من نسخة كسر عالم روسيا 2018 بصراحة أعتقد أن شيء صعب أن نحدد ولكن إذا فرنسا صعدت أعتقد أن يومنا المفضل عن تواجه فريق مختلف سيكون شيء أفضل وإذا ورعينا مواجهة بين فرنسا والأرجنتين ميسي وإمبابي سيكون شيء رائع لأي أحد يحب كرة القدم سيكون شيء بالفعل رائع سيكون نهائي يليق بكأس العالم ميسي نعم لديه هو في عامه الخامس وثلاثون ولكن هو يستطيع أن يفوز بكأس العالم وفي الجانب الآخر في فرنسا يوجد دي إمبابي الذي يتمنى أن يحقق التاريخ ويفوز بكأس العالم من المرة الثانية على التوالي أعتقد يوجد عديد من المواقف ولكن من المفضل أن نفكر في مباراة الليلة وثم بعدها في مباراة قبل النهائي وإذا مرت فرنسا سنقرر ماذا نتمنى أن نواجه في المباراة النهائية وما نتمنى فعلا أن نفوز في هذه الليلة لأن المباراة اليوم فعلا صعبة بنوع كوي نجم الكرة الفرنسية مرسيليا سان جرمان والإنتر الإيطالي بشكرك شكرا جزيلا